بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع اليوم سنستكمل درس الحصة السابقة وهو بعنوان حقوق التعليم الصحة المساواة يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يعدد الخدمات الصحية التي تقدمها دولة قطر يستنتج دور دولة قطر في تحقيق مبدى المساواة بين المواطنين عزيز الطالب تعلمنا في الدرس السابق والذي كان بعنوان حقوقي تحدثنا عن أهم الحقوق التي كفلها الدستور القطري للمواطنين ألا وهو التعليم كذلك ذكرنا أهم الخدمات التعليمية التي تقدمها دولة قطر مثل إنشاء المدارس الحديثة كذلك تزويد المدارس بالمعلمين المؤهلين وتوفير الكتب المجانية اليوم بإذن الله استكمالاً لدرس حقوقي سنتحدث عن الصحة أيضاً المساواة ثانياً الحق في الصحة وهي من الحقوق التي كفلها الدستور القطري بحيث يحظى جميع الأفراد بالرعاية الصحية سنتحدث الآن عن أهم الخدمات الصحية التي تقدمها دولة قطر تنص المادة 23 من الدستور القطري على الآتي تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون أي أن عزيز الطالب دولة قطر دائماً تحرص على تحسين صحة المجتمع وذلك من خلال إنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة كذلك من خلال توفير وسائل الوقاية والعلاج للحد من انتشار الأمراض والأوبئة والمقصود هنا بكلمة الأوبئة هي الأمراض سريعة الانتشار بين أفراد المجتمع إذ تنتقل من شخص إلى شخص آخر كما يحدث اليوم مع فيروس كورونا 2019 لذا ينبغي علينا عزيز الطالب اتباع التعليمات الآتية للوقاية من الإصابة بمرض فيروس كورونا 2019 أولاً احرص دائماً على غسل اليدين بالماء والصابون أو استعمال مطهرات الأيدي ثانياً احرص على ارتداء الكمامة ثالثاً احرص على تغطية أنفك وفمك بمنديل نظيف واحرص على رمي هذا المنديل المستعمل في سلة المهملات فوراً الآن ابتح الكتاب المدرسي صفحة 114 لنجيب على أسئلة الكتاب عزيز الطالب لاحظ البطاقة الصحية وأجب عن الأسئلة التي تليها هل تمتلك هذه البطاقة؟ نعم احسنت ما أهمية امتلاك هذه البطاقة الصحية؟ أحسنت عزيز الطالب للاستفاذة من خدمات الرعاية الصحية المتوفرة في المراكز الصحية أو المستشفيات السؤال الثالث ما أقرب مركز صحي لمنطقة سكنك؟ هل هو مركز الوكر الصحي؟ مركز مدينة خليفة الصحي؟ إذن سأدون هنا مركز الغرافة الصحي عزيز الطالب لاحظ الصور المعروضة وأجب عن السؤال الآتي ما هي الخدمات الصحية التي تقدمها دولة قطر لمواطنها؟ من خلال الصور التي أمامك نستنتج الإجابة الصورة الأولى تشير إلى أحسنت إجابة صحيحة إلى وجود الأدوية إذن من الخدمات الصحية التي تقدمها دولة قطر هي الخدمات الصحية العلاجية بينما في الصورة الثانية أشاهد طبيب يقدم العلاج لمن؟ للطفل إذن تحرس دولة قطر على تقديم الخدمات الصحية الوقائية من الأمراض وفي الصورة الثالثة ألاحظ بوجود بعض الدورات أو الحملات التثقفية التوعوية الصحية إذن من الخدمات الصحية التي تقدمها دولة قطر لمواطنيها واحد تقدم الخدمات الصحية العلاجية اثنان تقدم الخدمات الصحية الوقائية ثلاثة تقدم حملات تثقفية وتوعوية صحية هل تساءلت من هي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية في دولة قطر؟ أحسنت هي وزارة الصحة العامة حيث تتولى وزارة الصحة العامة تطوير القطاع الصحي في دولة قطر بما يضمن توفير مستقبل صحي لجميع السكان عزيز الطالب سأطرح الآن عليك السؤال الآتي اذكر أمثلة لأهم المستشفيات في دولة قطر هيا فكر أحسنت مستشفى حمد العام أيضا مستشفى الوكرة كذلك مستشفى الخور بالإضافة إلى مستشفى سدرة وهي من المستشفيات الحديثة في دولة قطر الآن شاهد هذا الفيديو القصير عن مستشفى سدرة مستشفى سدرة للطبي بالعمل مع شركائه في منظومة الرعاية الصحية في البلاد ويشمل ذلك كلا من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة وذلك في إطار سعيه لتقديم الرعاية الطبية المتميزة للأطفال والنساء وفقا لأعلى المعايير عند تشغيل مركز سدرة للطب بشكل كامل إذن عزيز الطالب من الحقوق التي أنهينا الحديث عنها حق التعليم كذلك حق الصحة والآن سننتقل إلى حق المساوى ثالثا المساوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب أزيز الطالب ماذا نستنتج من هذا الحديث النبو الشريف؟ أحسنت أن الدين الإسلامي يأمر بنشر المحبة والخير والمساوى بين الناس فقد حث الإسلام على المساوى بين البشر جميعا المساوى حق من الحقوق التي نص عليها الدستور القطري ويتضح ذلك من خلال المادة رقم 18 يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساوى ومكارم الأخلاق أيضا من خلال المادة 34 المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أي أن جميع المواطنون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اللقاء لذلك سعد دولة قطر لإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهي لجنة قطرية وطنية رسمية تأسست عام 2002 وتسعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها إن دولة قطر تعزز مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات والمساواة في الحقوق والواجبات عزيز الطالب هل تعرف ما هي حقوقك؟ اذكر بعض الأمثلة على هذه الحقوق من خلال الصور التي أمامك أحسنت حق الأمن ممتاز حق التعليم وحق الرعاية الصحية بينما واجباتك هي القيام بالأفعال التي من شأنها الارتقاء بمصلحة الوطن كالاجتهاد والمثابرة في الدراسة هي بناء عزيز الطالب لنختبر معلوماتنا في الكتاب المدرسي صفحة 117 والإجابة على السؤال الثاني صلى العبارة من العامود ألف بالعبارة المناسبة من العامود ب واحد يشترط الحصول على البطاقة الصحية التي تصدرها الدولة ما هي العبارة المناسبة من العامود ب أحسنت للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة في مراكز الرعاية الصحية اثنان ينص الدستور القطري على ممتاز أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة ختاما كان درسنا لهذا اليوم بعنوان حقوقي حق في الصحة ذكرنا بأن دولة قطر تسعى لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية للمواطنين أيضا حق في المساواة حيث تعزز دولة قطر مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات أعزائي الطلاب عليكم الدخول على تطبيق ميكروسوفت تيمز وذلك للإجابة على سؤال درس اليوم 24 ساعة والتواصل مع المعلم للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة